محور فلادلفيا وراقة ضغط إضافية تحاول إسرائيل اللعب عليها لإبقاء موطئ قدم لها في غزة وتبقى عقبة رئيسية في إنجاح المفاوضات وعدم انهيارها تتمسك بها إسرائيل بزعم منع تهريب السلاح ترفضها القاهرة لوجود قوات إسرائيلية على الشريط الحدودي في حين تصر حماس على شرط الانسحاب الكامل من القطاع وفي جديده مصادقة المجلس الوزري الأمني والسياسي الإسرائيلي على إبقاء الجيش في محور فلادلفيا وتبنته الولايات المتحدة جزءا من مقترح الصفقة قرار التصديق على خرائط إبقاء جيش الاحتلال في المحور وفق التصور الذي تطرحه إسرائيل حظي بتأييد ثمانية أعضاء ومعارضة واحد هو وزير الأمن يو آف جالانت فيما امتنع وزير الأمن القومي عن التصويت بحسب معاريف الإسرائيلية نتنياهو في الجلسة أصر على أن السابع من أكتوبر ما كان ليحدث لو كان فلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية جلسة الكابنت هي الأخرى تأرجحت فيها الأراء بشأن المحور بين وزراء أرأوا أن قرار الإبقاء عليه يقرب إمكانية التواصل للاتفاق ويجبر حماس على إبداء تنازلات وبين آخرين قالوا إنها تمنع التواصل إلى اتفاق وبينما يشتد الخلاف حول فلادلفيا تشير مصادر إسرائيلية إلى انتهاء مفاوضات الدوحة تمحورت حول بنود ثانوية تفيد التسريبات بأنها شهدت تقدما في بعض النقاط غير المرتبطة بالمحور قبل عودة الوفد إلى تل أبيب خلف الأبواب المغلقة لمفاوضات نقاط ملتحبة يحاول الوسطاء التواصل فيها إلى تسوية تفضي إلى صفقة لكنها تبقى رهينة التفاؤل الحذر ترجمة نانسي قنقر